بي شيشاوة شهدت النسخة الرابعة للملتقى الإقليمي للتوجيه والإعلام المدرسي والمهني والجامعي شهدت إقبالاً كبيراً للتلاميذ والمهنيين والأكاديميين من جميع أنحاء الإقليم هذا الملتقى شكل فرصة للتلاميذ والحاصلين على الباكالوريا في الإقليم لاستكشاف مختلف المصارات التعليمية والمهنية المتاحة هذا الملتقى الإعلامي والتوجيه بشيشاوة نتضم في واحد الفضاء كما رأيته واحد الفضاء اللي هو مفتوح العموم وخاص بتلميذات والتلاميذ والأباء والأمهات وأولياء الأمور ومختلف المؤتمر بالمجال الطربوي عموماً وبتوجيه الطربوي المياني خصوصاً طبيعة الحال كما رأيته معنا حضرات مجموعة من المؤسسات ديال التعليم العالي العمومية والخصوصية وكذلك مؤسسات التكوين هذا الملتقى الذي أعطى انطلاقته عامل إقليم شيشاوة تم تنظمه تحت شعار توجيه ناجع من أجل مصار دراسي ناجح كما عرف حضور العديد من المؤسسات التعليمية العليا العمومية والخصوصية بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني وممثلين عن الهيئات الحكومية هذا الملتقى كان بدعم مالي قدمته المبادرة الوطنية التنمية البشرية حضروا فيه مجموعة ديال التلاميذ ديال الإقليم وحضروا فيه السلطات المحلية بتحتري أسد سيد عامل الإقليم ديالشيشاوة كان فرصة لهم باش يتعرفوا فيه على بزاف ديال المعاهد وديال الأفق اللي عندهم من وراء الباكالوريا والمدارس اللي كتفتح لهم الأبواب ديالها باش يكملوا الدراسة ديالهم ويبنيوا المستقبل ديالهم إن شاء الله رحمة راحية هذا وتضمنت فعاليات الملتقى ورشاد تفاعلية وحصص توجهية فرضية وعروضا حول مسارات الدراسة وآفاق الحياة المهنية كما تمت إقامة أجنحة توجهية لعرض برامج التكوين المهني المتاحة فضلا عن مبادرات التنمية المهنية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الإقليم